مبروك على كل الأهلوية جائزة دي أعتقد أن الفايز الأول بها هو جمهور النادي الأهلي العظيم اللي بالتأكيد زي ما هو كان سبب في فوز النادي الأهلي بكتير من البطولات وتحقيق كتير من الألقاب هو كمان كان سبب في فوز المحطة دي اللي لولا دعمهم ولولا مسندتهم الكبيرة جدا للمحطة في بداية ظهورها بشكل جديد ما كانتش حقاقة النجاح ده أنا بس في البداية عايز أقول لحضراتكم أنه أي شيء مرتبط باسم النادي الأهلي فهو ناجح فهو يسعى دايما إلى القمة وجزء كبير جدا من نجاح القناة وتأثيرها في الفترة البسيطة جدا من أول ما انطلقت في شكلها الجديد راجع لنفس الروح اللي بتسيطر على كان النادي الأهلي بنفس الروح اللي بتسيطر على كل فريق النادي الأهلي روح التي مورك روح فريق العمل وبجد أنا على الرغم أن أنا يمكن على مدارة سنين طويلة جدا بشتغل في العلامة المصري لكن ما شفتش حالة الحب وحالة التماسك بين فريق عمل واحد زي ما شفتها هنا بداية من الزملاء مع حفظ الأركاب محمود عدلي إيهاب الخطيب عماد الغول باسم عزمي وكل فريق العمل كل الناس من أكبر حد لأصغر حد في المحطة وطبعا على رسولهم طبعا أستاذ محمد كامل اللي قدم دعم كبير جدا للمحطة عشان تطلع في شكلها وصورتها الحالية ده تشريف وتكليف في نفس الوقت الجايزة دي بتحط على يعني أكتفنا مسؤولية كبيرة جدا وإصرارنا على أن احنا دايما نكون نكحين وأن احنا نكون دايما بنقدم للمشاهد المصري والمشاهد أو المشجع الأهلاوي محتوى على أعلى مستوى صورة على أعلى مستوى نتعامل بنفس المعايير المهنية والموضوعية ونكون مسؤولين على كل كلمة بتتقال على شاشة النادي الأهلي ونتمنى إن شاء الله أن احنا نكون نكحين دايما في ده ترجمة نانسي قنقر